وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 649 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 175 طلا وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 52 طلا وفي مجال الحجب والبيع بأسعار الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط 112 طلا وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 437 قضية من بينها 126 قضية خبز ناقص الوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات